موسيقى 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 السلام عليكم الاخوان و الاخوات كيف دارين بخير لبس عليكم سحيتكم كلكم كلكم تكونوا بخير اليوم كيف ما كتشوفو بغيت نشارك معكم واحد الكيك كيكة بتوفح سهلة اقتصر ديام مكونات موجودة في كل البيت يعني بسيطة سهلة في التحضير ديالها بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجوا لهذا الكيكة كيف ما كتشوفو عندنا هنا سكار والزيت والبيض بالنسبة للزيت غنستعمل لواحد الكاس الربح ديال الزيت كاس سكار وكاس سانيدة وعندنا بالنسبة للسكار والحليب ماشي دارولين استعملوا الكاس ديال العنبة او كاس ديال شي حاجة مويم نستعملوا ذاك الكاس اللي عبرنا بي ولي كنعودو نعبرو بي الشيء الاخر نقدر نستعملوا نفس الكيلات نفس المقدار ديال السكار مع نفس المقدار ديال حليب لضفنا كاس ديال السكار قدرنا نضيفه كاس ديال الحليب لضفنا نس كاس نضيفه نس كاس لضفنا زلافة ديال السكار نضيفه زلافة ديال الحليب هاد الشيء اللي كيمشي الدرارة نتقيده بالكاس ديال العنبة ماشي هو معيار فلنقاسو به مويم رأة نستعملهم على عصير ديال الحامضة مشرة� pass pronto قشور di هدين ها وعند ثلاثة ديال الحبات ديال البيض ديال السكار كان الأيثف لديا البيض كلهم من الماضي لا يمكن استعمله الغير أنظر حقين قدر ستيزşa bagi كبير نستعمل جوج وطحين بالنسبة للطحين ربما كانت تقيج بوحد الكيمية ربما كانت تشربة خلط و جذح وكذلك وكذلك بالنسبة للحجم البيض لدينا التفاح وعندنا الفواكه معسالة وممكن استعمله الزبيبي لدينا العنب المجفف لنستعمله وعوض هذه الفواكه المعسالة وعندنا جوجت الشيات الخميرة حمارين بيكين باودر وجوجت الشيات الفاني من وزن 8 جرام يعني مجموعة 16 جرام بيكين باودر خميرة الحلويات بالنسبة للتفاح نستعمل التفاح لحسب القطر الذي سنستعمله فيه الكيك لا يمكن أن نغطي السطح الكيك نحبسه هذا الشي اللي كانت معايا سوف ندوز باش نعلم الطريقة للتحضير وغادي تشوفه معايا باش نشرح باش يكون طريقة مفهومة وحتى بالنسبة للمكونات باش يكون مفهومين هنا اخذت واحد البول ما كتشوفه غانوضع فيه البيض باش نضيف نضيف كاست سكار وغادي نخلط هذا البيض مع السكار حتى نحصل على المزيج الذي يكون لونه أبيض يعني الخليط مزيان كنطلع البيض مع السكار مزيان باش كي طلعن معانا الكيك مزيان اللي يجي مهوي ويجي خفيف انا بعد ما طلعت ذاك البيض مع السكار مزيان كشوفه انتو من اللون دياله بدكي شوية كي ولي أبيض كنضيف الزيت بالنسبة للزيت كنضيفوه بشوية بشوية ما كنضيفوش دفعة واحدة باش ميهبتش لنا ذاك البيض اللي طلعنا وكنضيف ذاك الكاس ديال الحليب غادي نضيفها ذاك القشور ديال الحامض وغادي نضيف ساشية ديال فاني وغادي نضيفها غادي نضيفها بشوية غادي نضيفها فيها ذاك الاتناء غادي نضيف للاسة فاشية وحدة وغادي نزيد ونتخلط واحدة شوية نمزيش دك السكرت الفاني باش مينزلش معانا ذاك البيض اللي طلعناه وكنخلطوك نضيف الطحين بشوية بشوية حتى نحصل على القوام اللي بغيت اللي غادي نحتاج الكيك راح مخصناش نكتره الطحين بزاف وما خصناش نقلو إلي كترنا الطحين لجينا الكيك دينا معجن من الداخل وإلى قلنا شوية درناها خفيف كتقدرت نطلع لنا في الفرن وفاش كنخرجوها كتهبط هذا هو المشكل اللي كيقول كتطلع ليا الكيك وما نبعد فاش كنخرجوها من الفرن كتهبط دابا غادي نكمل نضيف تلك الزوج ساشيات ديال بيكين بودر ديال الخاميرات الحلويات وغادي نضيف عود ثاني طحين عفوان نضيف الطحين شوية بشوية أنا تاني نحصل على ذا كتما قلت لكم القوام اللي خاصتنا للكيك نكتبوه برقم ثمانية لا تشكيلادة ما كيتقطعش معانا هانتوما ما خفيفش وما تقيلش يعني القوام هو هاداك هانتوما هاد الأثناء غادي نحرك شوية باش ينساجموا ليدوك العناصير وغادي ندوز باش غادي نجيب هادوك الفواكه المعسالة ومن بعد صفيتهم ضروري ندوزون في الطحين باش ما ينزلوش معانا في الكيك إلا ما ضفناش ليوم الطحين كيه بطولنا فاش نديروهم في المول نكتبوه تطيب الكيك دينا داك للكش لإضافات مثلا العنب المجفاف عفوان او للزبيب او لكدا معدك التقل ديالو كيه بطولنا فاش نديروهم في المول وقد تحرق لنا ذاك الزبيب او للفواكه المعسالة فهذا الأثناء انا اخذت ذاك التفاح اللي قطعته شرائح رقيقة وستعملوا ذاك اللوجي ديال الحامض اللي ذكرت معكم من قبل غادي ندوز داوك نجيب المول اللي غادي نوضع فيه الكيك بالنسبة للمول را ماشي داروري تستعملوا المول هادا را الاحسر المول اللي عندكم تقدروا تستعملوه مهم ما يكونش من الوسط ديالو ما يكونش محفور ما يكونش محفور يكون مول دائري على هذا الشكل هادا ولا يكون طويل او مربع موين ما يكونش في هاداك التقبل يكون الداخل باش كان ستفو فيه تفاح من الفوق قادي نضيف واحد المعي القادي الخل ما كان نضيفهش في الاول حتى كان بغي نوضع الكيك ديالي في المول عاد كنضيفها داروري اديك المعي القادي الخل هي هي اللي كتخلي لنا كيك ديالنا كيك ديالنا كي يطلع مصيان هنهبط هاداك الخالط كامل في المول على هادا شكله هاداك سوف نستفع هذه الطريفات الشرائح سوف نضعها على شكل مائل نضعها في هذه الطريقة ثم تشاهدون الفيديو شارح طريقة سهلة وبنسبة للتفاح نقطعها رقيق شرائح لكي لا يهبط لنا في العزين في الخليط سوف نضع التفاح وتهبط لتحت القاع المول سوف يكون التفاح مقطع بأغليد يتقل ويهبط في العزين سوف نضع التفاح ثم سوف نستفع التفاح ثم نضع حتى نعمر الفيديو سوف نضع في الوسط ثم نضع لوسط نضع وعندما نضع وعندما نضع الغرفة ثم نضع ثم نضع مع الجنب ثم نضع نضع ثم نضع ثم نستعمل ثم نضع سأتسجن كثيرا مع التفاح سأتسجن كثيرا مع التفاح ومن ثلاث تحضرها ومن بعد التصل للفرن سأتسجن بشكل كثيرا سأتسجن كثيرا نستطيع استعمال النابج ونستطيع استعمال النابج بالنسبة للفرن شراء مزعج من البيض شراء مزعج من البيض ونجد ان اضافة من المزعج من البيض وشكل مزعج ونجد ان يكون الاستخدام من المزعج اضافة نعم ونضيف رأينا السلطة تشاهدت نستطيع الشكل لها كيف تجي؟ هنتم كتشفر تجي لشكل درع لها زوينة وكتشي خفيفة ودغيية توجد معانا سوف ندوس في هذا الأثناء باش غادي نوري كوموحة طيف هنتم كتشي مهوية وهنتم شكل ديالها كيف تجي؟ احتى ذلك الفواكه المعسل اللي اضفنا لها باديك الطريقة اللي اذكرت معكم من قبل اننا ممكن نوضعون في الطحين قبل ما نوضعون في الخالق وهذا هو الكيك ديالنا كي يجي على هذا الشكل وكنتمنى انكم تجربوه وشكرا لكم لانكم دقيتم معي حتى الاخر الفيديو و الى فيديو قادم ان شاء الله